يواجهون الرصاص والغاز بصدور عالية ويصطحون بأصوات عالية لا رجوع للخلف هو حال المتظاهرين في ميانمار فمن يخرج للشارع لا يضمن عودته إلى البيت وإن عاد هكذا يرجع على نعش الموضوع أخبرت ابني أنه ليس لدينا شيء وسنموت إذا واجهناهم سأعود وأطلق النار عليهم إذا كان لدي سلاح الآن لا يمكننا فعل أي شيء لأننا لا نملك سلاحا عدد القتلى يرتفع بوتيرة متسارعة عشرات خلال أسبوع ومئة الجرحى اكتذت بهم المستشفيات لكن الألاف يواصلون التظاهر والخروج إلى الشارع غير أبهين بالقمع الوحشي ولا برصاص العسكر وسط دوي الرصاص وصيحات المتظاهرين يخرج نائب الرئيس المختبئ خينكتان مخاطبا وواعدا بمواصلة دعم الثورة لليطاحة بالعسكر من أجل تشكيل ديمقراطية فدرالية يرغب فيها كل الإخوة الذين عانوا أنواع مختلفة من الاضطهاد والديكتاتورية على مدى عقود فإن هذه الثورة هي فرصة لنا لتوحيد جهودنا بشارة النصر ودعى المتظاهرين نصر يبقى بعيد المنال في دولة أحكمت الطغمة العسكرية قبضتها عليها متجهلة الدعوات الأممية والبيانات الدولية لسان حالهم يقول العسكر من يقرر اشتركوا في القناة